على ذكر هذا الأمر نيابة العامة في مصر وأنا بحيي المستشار حماد الصوي وبحيي مكتب النائب العام طلعوا بيان يعني اللي كتبوا إيده تتلفف حرير بيان تاريخي وطلعوه باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وأنا بسمي المستشار حماد الصوي يعني هو صاحب صحوة الحداثة في النيابة العامة صاحب صحوة الحداثة في النيابة العامة لأن الجريمة تتطور وبالتالي المحقق أيضا يتطور والمحقق يرى ويسمع ويقرأ مش هيستنى لحد بل الجريمة تقع لا النائب العام يعمل أي حاجة يستبق وينبه ويشير ويحبس نائب العام ويوجه التهام ويحلم حكمة الجنايات انت مين ولا مهما نكون ولا سلطان عليه إلا رب العالمين فالمشار حماد الصوي والنيابة العامة قالوا في بيانهم اسمعوا الكلام لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية مما يحتاج إلى رضع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود وتؤكد النيابة العامة أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة ولا استطالة على الحريات أو تقييدا لها ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور إنما هي تصد لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وصرقة براءته وطهارته فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد فهكذا يستغل الناس عامة والشباب خاصة فهل يروج للفسق إلا في دعوات للطرفيه والتسلية؟ هل يوقع بالفتيات في فقاق ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقتهن المالي والاجتماعي؟ النيابة العامة ستتصدى لكل هذه الأمور بحسم شديد ده بيان صدر عن النيابة العامة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ياما حدث لكم تشوفوا بقى مصر الحديثة قلت لكم المشارحة مادة الصاوي راعي حداثة النيابة العامة منهج جديد وأفكار جديدة واستباق واحترام للرأي العام في موضوع البلد أنت النهاردة إيه؟ مش مستني يا خالدة وبكر يطلع يقول لك ولا رئيس تحرير جوردان يطلع يقول لك ولا أي حد النائب العام هو اللي بيطلع يقول لك بنفسه والله القضية دي اللي شغلت بالك على مواقع التواصل الاجتماعي الرأي الصحيح فيها واحد اثنين ثلاثة حضرتك الإعلامي أو رئيس التحرير أو الصحفي بيعرف عن القضية إزاي؟ من المصادر الأولية النيابة بقى بتحقق تحقيق قضائي ها؟ تحقيق في حلف يمين في شهود في خبراء في زابط مباحث يجي يحلف يمين في تحريات مباحث تضم القضية في تقرير خبير في القضية فأرجوك اعرف أن ما يصدر عن النيابة العامة أتى بعد تفصيل شديد أتى بعد تفصيل شديد ما تقول ليش أصلنا هم ليه يحبسوها هم ليه يحبسوه هم ليه هو أنت عرفت القضية هو أنت قارتها القضايا ووراقها فيها كلام كتير جدا عن الصحافة الصحافة دي قشور الصحافة دي مجرد رأي ينقل بعض الأخبار وطبعا بعدها بيكون صحيح لكن ليس لديه كل المعطيات اللي لديه المعطيات الوكيل النيابة والنائب العام ثم المحكمة فكل التحية وكل التقدير للسيد المشارب الجليل حماد السويق النائب العام وكل أعضاء النيابة العامة على هذا العمل الراقي الحديث